طيب حنتوقف عند هذه النقطة وأروح لضيفي الأقر دكتور أحمد نموذج الحقيقة للشباب المشرف الناجح وعايش في موسكو بس عايزة عارف بقالك كم سنة وتخصصك البطنة انت بتمارس هل بتمارس ما زلت المهنة هنا ولا لأ وجيت ازاي بردون عايزة نفس الأسئلة الإجابة عليها أنا النهاردة مش هسيبكو أنا أعرف كل حاجة برحب بحديك طبعا نورتي موسكو أشكرك ده شرف كبير إليه إن احنا نتقبل مع حضرتك شرف من الفان هو أنا جيت موسكو من حوالي سبع سنين كان جالي دعوة من مستشفى من المستشفيات الكبرى هنا في موسكو كخبير أجنبي أو كطبيب أجنبي بدأت أشتغل في المستشفى وبمارس الطب البطني والطب العام ده تخصص جديد أنا كنت في مصر بطنة وجهاز هضمي ومناظير كنت مناظير في مصر؟ بالضبط يعني على حظ أنا المناظير مش هنا؟ أنا مشكلتي في المناظير يعني أنا المنظر بالنسبة لي هو عملية لأنه المنظر لازم بيحصل نزيف وحط كلبسات ولازم كل فترة لا بسيت إن شاء الله لا مفيش أي حاجة بإذن الله بس ما بتعملش هنا مناظير؟ لا حاليا أنا مبعملش هنا مناظير أنا متخصص أكتر في الطب البطني والطب العام الطب العام ده يعني مش موجود أو في مصر هو موجود في دول أوروبا شوية بيبقى ده تخصص مستقل بذاتي وده أنا كملت فيه هنا دراسات برضو في روسيا الطب العام واسع جدا فده لي حتى درجات استشاري وخصائي وزي مصر؟ بالضبط بالضبط بس مع اختلاف المسميات هنا في روسيا طيب ليه اخترت موسكو؟ والله أنا لما جات لك الدعوة كملت؟ أنا كنت طبعا مش يعني ما حسمتش رأيي في الأول يعني الموضوع كان في الأول روسيا دولة أنا معرفش عنها حاجة احنا لتعليم الطب في مصر عندنا إنجليزي أمريكي فدولة أنا معرفش عنها حاجة فقبل ما أخذ القرار طبعا عملوا للدعوة وجيت شفت المستشفى وشفت الإمكانيات الطبية طبعا يعني حاجة أول مرة أشوفها إمكانيات هيلة جدا أول مرة تشوف إيه هذه الإمكانيات إمكانيات عالية إمكانيات بمهارة طبية لأنه ممكن بيبقى في إمكانيات وما فيش مهارة طبية لا لا أكيد لا أنا بكلم إمكانيات بشرية وإمكانيات تقنية يعني أنا البلد الوحيدة فعلا في العالم المعرفش إمكانياتها الطبية هي روسيا ما هما ما بيتوقوش سأخذ منك الكلام ونتكلمك موثبت يا فاند المسا شاهد يا أستاذ أيمن روسيا اسمها روسيا العظمة في كل حاجة حتى الطب حتى الطب أه طبعا يعني أحسن من من إنجلترا أحسن من فرنسا أحسن من أمريكا أقول لحضيك على حكم في الحالات طبعا الندرة لأن أنا حالتي حالة ندرة يعني لازر العيون يعني أول استخدام ليه كان في روسيا أجهزة طبية في الأزام كانت أول استخدام ليه كان في روسيا لقاحات كتيرة جدا اتعاملت في روسيا بس هي روسيا مفيش فيها مليش ملهاش تسويق أو يعني روسيا متقدمة جدا في طب العيون في مراكز هنا عالمية بيجوا من أمريكا حتى بيجوا ويتعالجوا هنا آآ في آآ آآ مستشفيات ومعاهد للعظام آآ بيعملوا عمليات معقدة شديدة التعقيد وآآ وآآ وعلاج تشوهات آآ يمكن ما بيعملوهاش في دول تانية طب والأمراض السرطانية الأمراض السرطانية فيه معاهد كبيرة جدا في روسيا لعلاج السرطانات وفيه براءات اختراع آآ علاجات حتى بروتوكولات مختلفة يعني البروتوكولات الغربية اللي احنا بنستخدمها يعني هم زي ايه البروتوكولات دي؟ آآ بتبقى بروتوكولات أدوية أو بروتوكولات علاجية يعني صعب أن أنا أشرحها بالتفصيل ومش موجودة في دول تانية آآ بتبقى يعني أصدر أنا حاسة من ساعت ما جيت أن روسيا منفردة في كل حاجة مع نفسها بس بنجاح طبعا يعني آآ آآ دي حقيق دي حقيق ما أنا ده اللي أنا بقول له حضائك أن أنا اتفاجئت لكن لما جيتنات جدا أقدر أسمي الوصف التوصيف أنك بوهرت بالضبط